وفي رسالة وجه غبطة البطريارك الكاردينال بير باتيس تبت سبع لبطريارك القدس الهلاتين إلى أبناء البطرياركية قال فيها أن القصف العنيف المستمر الذي يضرب غزة منذ أيام لن يؤدي إلا إلى الموت والدمار وزيادة الكراهية والحقد ولن يحل أي مشكلة بل سيخلق مشاكل جديدة وأوضح أنه لا يمكن أن تبدأ عملية سلام جادة إلا بإنهاء عقود من الاحتلال وأعطاء منظور وطني وآمنا للشعب الفلسطيني كما وجه غبطته رسالة إلى المشاركين في أمسية صلاة علنية السلام في الأرض المقدسة نظمتها أبرشية كومو الإيطالية أكد فيها أن الكنيسة المحلية تعيش اليوم مأساة دامية يرافقها عنف وحقد غير مسبوق ولا بد من التضامن مع كل الأشخاص المتألمين ورفع الصلوات إلى الله علنية الشهداء ووقف الحرب والتحلي بشجاعة المحبة وطلب الرحمة ونبد الكراهية والانتقام